أثارت مذكرة الاحتجاج التي أرسلتها الحكومة السورية إلى لبنان والتي تعترض من خلالها على أبراج المراقبة الموزعة للحدود والتي أنشئت منذ عام 2013 موجة من التساؤلات والاستغراب من حيث أسبابها وتوقيتها على اعتبار أن هذه الأبراج أنشئت قبل أكثر من عشر سنوات بعد مرور أكثر من عشر سنوات على بناء أبراج المراقبة الموزعة على الحدود بين سوريا ولبنان والمخصصة بحسب السلطات اللبنانية لمراقبة أي عمليات تهريب وغيرها تقدم الحكومة السورية مذكرة احتجاج إلى السلطات اللبنانية بشأن تلك الأبراج وما تسميه مخاطرها على الأمن القومي السوري الأسبوع الماضي تبلغت وزارة الخارجية اللبنانية رسالة اعتراضية من وزارة الخارجية السورية عبر سفارتها في لبنان تتضمن شكوى بشأن أبراج المراقبة على الحدود والتي أنشأتها بريطانيا ما شكل مفاجأة من حيث مضمون الرسالة وتوقيتها وبما يشبه الاتهام الضمني للبنان تتحدث الرسالة السورية عن أن الصور والمعلومات التي تأخذها تلك الأبراج تصل إلى أيدي البريطانيين وتستفيد منها إسرائيل لاستهداف الأراضي السورية وتنفيذ ضرابات في العمق السوري وهو ما تنفيه السلطات اللبنانية التي تؤكد أنها تعمل بإدارة الجيش اللبناني وغير موصولة مع أي سفارة أجنبية احتجاج جاء بعد الحديث عن طرح بريطاني لمقترح إنشاء أبراج مراقبة من قبل البريطانيين في الجنوب اللبناني الأمر الذي ربطه محللون بالموقف السوري الجديد على اعتبار أن المقترح يلقى معارضة من حزب الله اللبناني حليف الحكومة السورية وأطراف لبنانية أخرى معتبرين أن الرفض رسالة إيرانية وليست سورية وهدفها إثارة سياسية لا علاقة لها بالأمن القومي السوري وبالمراقبة وفي إطار الردود الفعل على الرسالة السورية كتب عضو تكتل الجمهورية القوية في لبنان جورج عقيس عبر منصة إكس أن الرد الأنسب على المذكرة السورية هو المزيد من أبراج المراقبة والمزيد من التشدد في مراقبة الحدود وما أسماها ممارسة السيادة المتأخرة وكشفت تقارير إعلامية أن الجهات المعنية في لبنان تعمل على إعداد رد على المذكرة السورية وذلك بعد تبلور الموقف الرسمي بالتنسيق مع رئاسة الحكومة لإرساله وفق الأصول إلى الخارجية السورية ينضم إلينا من بيروت يوسف الدياب صحفي وكاتب سياسي أهلا بك أستاذ يوسف إذن دماشق تحتج على أبراج مراقبة على الحدود اللبنانية السورية أنشئت قبل عشر سنوات لماذا الآن؟ لماذا هذا الاحتجاج؟ بتقدير هذا الاحتجاج له خلفية سياسية وخلفية أمنية الخلفية السياسية هو أن النظام السوري بات معطردا على أي دور تمارسه الدولة اللبنانية على سيادتها الكاملة وعلى حفظ حقوقها على الجانبين اللبناني والسوري المسألة الأمنية تتعلق بإمكانية أن يكون للنظام السوري هدف يريد من خلاله أن يحجب الرؤية الأمنية اللبنانية عما يحصل على الحدود ما بين لبنان وسوريا وبالتالي تصبح الحدود اللبنانية مشرعة أمام عملية التهريب وهنا لا نتحدث عن تهريب بضائع أو تهريب أشخاص ربما في مرحلة لاحقة تهريب مقاتلين خصوصاً وأن الجبهة الجنوبية اليوم تشهد سخونة كبيرة ومتزايدة وسبق لأمين عام حزب الله حسن نصر الله أن قال أنه إذا ما وقعت حرب واسعة ما بين لبنان وإسرائيل ستكون الساحة اللبنانية ساحة لدخول مئات ألاف المقاتلين من جبهة الممانعة إلى لبنان والاشتراك في هذه الحرب هل هذا يعني أن هناك مقدمات إلى دخول هؤلاء المسلحين أعتقد أن السؤال مشروع ومطروح في هذه المرحلة طيب هنا نسأل هذه المذكرة كيف تعاملت معها الخارجية اللبنانية رسمياً وكيف قرأتها وفسرتها حتى الآن لا موقف رسمي لبناني علمنا أن رئيس الحكومة طلب من وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب أن يعد رداً رسمياً على هذه المذكرة لا أعتقد اليوم أن لبنان بوارد تلبية المطلب السوري لجهة تفكيك أبراج المراقبة لا بل على العكس اليوم الدول المعنية بأمن لبنان تطالب بنشر المزيد من هذه الأبراج وأعتقد أنه خلال الزيارة الأخيرة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى بيروت كانت أبدأ استعدادها لتزويد لبنان أو مساعدة لبنان بمزيد من هذه الأبراج سواء على الحدود الفلسطينية أو على الحدود السورية لتعزيز الرقابة على الممرات البرية اللبنانية ومنعاً لأي اختراقات أمنية قد تحصل في المرحلة المقبلة لذلك أنا أقول بأن الاحتجاج السوري له خلفية أمنية تتعلق بعدم تمكن النظام السوري وحلفائه ومثل حزب الله بتمرير ما يمكن تمريره من أسلحة ومقاتلين على الحدود والمسألة الثانية أن النظام السوري يريد هذه المرة أن يجعل من لبنان كما كان قبل العام 2005 منطقة مستباحة لتدخلاته في كل شهر دواردة لذلك أعتقد أن هذه المذكرة هي أحرجت إلى حد كبير حلفاء سوريا في لبنان قبل أن تحرج خصومها وبالتالي أعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة طعاة حذر مع الجانب السوري طالما أنه يبدي مطالب لا يمكن تحقيقها من الجانب اللبناني يعني أفهم الحديثك أن هذه المذكرة وهذا الاحتياجات لن يغير من واقع هذه الأبراد شيء ربما تزيد أطلاقا هو تمسك للبنان بمراقبة حدوده وتمسك لبنان بالحفاظ على أمنه وعدم السماح بتهريب أو تسلل مسلحين أو أشخاص بطريقة غير شرعية والسؤال الذي يطرحه الكثيرون أليس لدى النظام السوري أبراج مراقبة على الحدود مثلا مع الأردن أو مع العراق أو مع تركيا أو حتى مع لبنان أو حتى مع الجولان المحتل أعتقد كل هذه الأمور متاحة له طبعا الذريع الرسمية للحكومة السورية ساذ يوسف يعني هي بأنها أبراج بناتها بريطانيا وتقوم بتسريب بعض المعلومات لإسرائيل لاستداف شخصيات في سوريا هذه المبررات طيب السؤال لماذا صمت النظام السوري حتى الآن يعني ليحتج على هذا كان سؤالنا الأول نعم نعرف أنه منذ العام 2006 حتى الآن وإسرائيل تنفذ اغتيالات في العمق السوري من عماد مغني إلى غيره من القيادات الذين اختلتهم إسرائيل في الداخل السوري لماذا الاحتجاج اليوم هل تعد أبراج المراقبة عاد عن ذلك نحن نقول اليوم بأن كل من اغتلتهم إسرائيل في سوريا ليسوا قريبين يعني لم يكن مقتلهم قريب من الحدود اللبنانية هم اغتلوا في عمق العاصمة دمشق باستثناء عملية حصلت قبل يومين في ريف القصير عندما استهدفت دورية فيها مسؤولان من حزب الله وبالتالي أعتقد أن المبررات السورية هي ساقطة سياسيا وساقطة معنويا وبالتالي لن يكون هناك قبول لمثل هذا الطلب أعتقد أن لبنان كما غيره هو تحت المجهر الدولي وإذا كانت الحكومة اللبنانية أو بعض حلفاء سورية قد يرغبون بتفكيك هذه الأبراج أعتقد أن المجتمع الدولي الذي يهتم اليوم بالوضع اللبناني لن يكون قابلا لتلبية مثل هذه الطلبات طيب باعتقادك هل هناك صلة بين هذا الاحتجاج السوري مع ما تم طرح مؤخرة من قبل بريطانيا أو ألمانيا كما ذكرت ببناء أبراج في الجنوب اللبناني طيب إذا كان هناك بناء لأبراج في الجنوب اللبناني ترقب الحدود مع إسرائيل أو مع فلسطين المحتلة يعني ماذا يدير النظام السوري بهذه المسألة وحلفاء النظام السوري أعتقد أن الأمن يتعلق بتعزيز الحماية للسيادة اللبنانية نحن نعرف اليوم بأن لبنان كان مستبحا من الأمن السوري في الفترات السابقة أعتقد اليوم أن النظام السوري يريد أن يلقي باللائمة على الاختيالات التي تحصل في سوريا على الجانب اللبناني أو أبراج المراقبة اللبنانية ليكون ذلك ذريعة لجعل الحدود اللبنانية حدودا سائبة ومكشوفة وغير مراقبة أمام التهريب وتسلل الأشخاص والمسلحين لكن في الحقيقة الدولة اللبنانية قبل غيرها اليوم معنية بأن ترد على مثل هذه الرسائل لأنها هي معنية بأمن الشعب اللبناني وبأمن الأراضي اللبنانية كلها وبالتالي لا نستطيع اليوم أن نربط الرسالة السورية بما يحصل من تطورات سواء على الحدود مع فلسطين المحتلة أو حتى ما يحصل من اغتيالات في الداخل السوري لذلك أنا أقول اليوم أن المسألة هي مسألة سيادية لبنانية وعلى الحكومة اللبنانية أن تطالب بتعزيز أمنها وتعزيز المراقبة على حدودها البرية والبحرية بطل من نزعها وجعلها خارج أي مراقبة سواء عبر الأجهزة أو عبر الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية طيب هكذا احتجاج بأعتقدك هل يؤثر على طبيعة العلاقات أصلا هي جاز التعبير أنها باردة يعني هناك بعض الوفود جاءت إلى دمشق منذ عام أو أكثر أو أقل حتى هل ممكن أن تؤثر على هذا التفاهم أو التنسيق الأمني بين الطرفين فإذا كانت سوريا معنية بالحفاظ على العلاقات اللبنانية السورية يجب أن لا تتوقف عند هذه المسألة ويجب أن تعرف بأن مسألة مراقبة الحدود هي مسألة تعني لبنان كما أيضا تعني سوريا وبالتالي إذا كان هناك سببا لأن تتذرع دمشق بعدم التعاون مع لبنان وترد بالمثل كما تفضلت وقلت يعني العلاقات هي شبه مقطوعة ما بين الجانبين أو فاترة إلى أبعد الحدود وبالتالي هذا الأمر لا يقدم ولا يؤخر شيء في التعاطي ما بين الدولتين أما على صعيد التنسيق الأمني فهذا التنسيق بمقدر ما يعني لبنان أيضا يعني سوريا وإذا كان النظام السوري يريد اليوم أن ينأى بنفسه عن مثل هذا التنسيق فهذا شأنه وهذا خياره لكن الدولة اللبنانية والجيش اللبناني معنيين إلى حد كبير بأن يكون الأمن في لبنان محفوظا ومراقبا بكل الوسائل المتاحة أشكرك جزيلا شكر من بيروت يوسف دياب صحفي وكاتب سياسي